يا الله يا الله عليكم والسلام أستاذ أماني كيف يعني ما الناس تعمل شير ولايك شير ولايك لأن الصفحة دي عندنا كم يوم ما قادر نعمل فيها لايك نحن دارين شير ولايك وما في وقت حاجة بتاعة خمستاشر عشرين دقيقة فقط عشان الرسالة تصل بس نحن عارفين أنه ما ملتزمين والناس ما فيه وده كله عارفينه الناس ما تكتب الناس تعمل شير شير ولايك وإياها أنا ما دار كتابة دار شير والرائق والبتاع ويكسيب له عشان نمشي لقدام تحياتنا لكم كلكم كلكم تحياتنا لكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف حالكم إن شاء الله طيب الرسالة الأولى أبضل رحمد أقوله قبل خمس يوم كان بين الضعين ونيالا مشا رتب العمور الحسي حالي للماشا في الضعين ده واحد رجع وراء جسافنا الآن الضعين محاصرة خشد جزء من 3-4 أبناء القبائل العربية الموجودين والناس تجوا من وين من وين كلهم متكالبين في أكتر من 2 ألف أو 3 ألف في داخل الضعين ده القاعدين كمواطنين لافسين لكن أسلحاتهم قاعدة في البيوت نقطة أساسية لازم تكون تعريفة إنت عشان البل ده لما يكون البل البل ما يكون بس في تجاه الدعم السري لا البل يكون حتى في الأحياء ركز في كلامي اللي بقوله ليك ده عشان تعرف الحاصل شو الضعين البل لازم يكون جماعي بل جماعي من بيت الناظر وتمشي ليه قدام والله الدانة دي جاء الطائشة كده ودقى البيت الناظر هايو هاي هاي نعم هايو نعم لازم تفهم الكلام ده كويس الدعم السريم حاصر الضعين صح لهدي عمبارة عبد الرحيم دقلو موجود في كبكابية راجين بيه شنو أنا ما عارف أخواننا في الحركات المسلة وغيرهم دقلو كحدف الدقلو لازم يكون ما فيه زي ما حمي بيتي ما في دقلو يكون ما فيه يطلو ميتين ومحل ما هو قاعد راجي بيه شنو دقلو راجي بيه شنو كرشوهم الليلة الليلة لحد يوم عمس والليلة كرشوهم ماشي في الشارع كرشوهم الكلب الجنجوية الرباط الوسخ ماشي قاعد مع أسر كتل أولادهم دفنهم حيين ماشي قاعد مع النساء قطشوهم وجوعوهم لأكثر من ست يوم وسبع يوم عشان يمشي لهم تحيتهم هناك أجاوا ما في ذلكتب أستاذ عماني نحن دارين لايكات ما دارين كتابة ما دارين أي كتابة دارين لايكات بس كويس جوع الناس ديل وديل النساء ما فدل منهم حاجة ناس بتفروا الناس حيين ديل إنهم دين وعيمان ديل انت دار ترجى منهم شون انت وكلامي للبلد من أبناء القبائل الأفريقية من أبناء الفلات وأبناء الجمر وأبناء المساليت وأبناء الفور وأبناء الزقاوة أبناء القبائل الأفريقية كلهم الموجودين في داخل الدعم السريع انت يا أخو قال بتفنوا حي دا انت ذاتك بيجي يوم بتفنوك حي بتفنوك حي بيطلوا ميتينك الدور جايك الدور جايك يا مغفل الدعم السريع دا أنا تحداك جيب لي جيب لي محل احتفل فوقه جيب ليك إت ركستك إت كفوراي ولا كزقاي ولا كفلاتش جيب لي محل جابه لك يا ويسخ انت يا شعر تابع رقبة يا مغفل قاعد تنفس في العجندة بتاعت المشروع العربي إذا دفنوا الفوراي بكرة بتفنوك التكفلاتي أهلنا القمر بلوا الروسينكم أنا من هسي بقول لكم الكلام دا انتو كلامي ما قاعدين تسمعوه لكن والدين وعباني كتيرة حتكون دار القمر حتكون نارمنقل في اليام الجاي دي أنا كلامي واضح بالمناسبة كلامي واضح وكلامي بره أنا ماين دا حاجة بالبدأ كيف ما بعرف هدموتوا في اليومين الجاي دا حنا هدموتوا أنت يومين الجاي دا يلح موتوا وتموتوا جارثة ويجب Ancient اهلنا الحبانين رقبوا السريج او لا رقبوا السريج الدور جايكم انتو الدور جاي لدى للقمر ولازم الدور يجيكم انتو كلامي واضح برا انا ما عندي حاجة بلا بدا درقمر لازم تولع نار واحد تولع نار احنا عندنا شغل عارفين بتولع كيف وما هنشرح ليك وفي ابرياب يموتوا ما عندنا معكم شغلة لانه ما في زور ماشا خاشيناك لا في جيش لا في امن لا في بيتان اتو كيزان ذاتكم هتموتوا مع بعضكم في اليومين الجهدي ودي الحلقة خطامها كالمسك قلت لك مشاكل البني حلبة والسمنده والسلامات حدخل الجمر قلت لك حدخل الجمر والتعايشة في الحرب ويشيروا السلامات يدخلهم دار الفلاتة ويجوا الحبانية في الدقائق الأخيرة يجوقوا السلامات قطامها كالمسك حذرناكم قبل الحرب دي تندلع لكن انتم مغفلين ما قادرين تسمعوا كلكم مغفلين بسياس انكم المعتمرة الوطنية بتاع انكم مغفلين ما قادرين تفهموا كلامه لا قاعدين يقولوا ولا قاعدين تستعدوا له يلا يا ناس كتيلة اي زور قاعد في كتيلة يشيل اياله يمروك انت بريعة يشيل ايالك امروك لا اعرف ما عندي شغلة اياك تمشي مده فوق مين هسي بوريك انا انا بوريك حرب دي تقق كيف الساعة كم بيجيكم منه ياتوا قبيلة انا ده ما عندي شغلة انا وريتك في نار هاد عوقت هناك كيف ما بعرف ونار بتاع بورام دي دي هتاكل لحد تقريبة كيرا طيفرا امرق对 وهكذا هتاكل لحد عدن الحمر عدن الحمر الحبانية لحد هناك كلام يا ده لازم تكونوا عارفينه نحن رمنا نقولב� extendsرفاء من ابناء الحبانية والشرفاء من القمر والشرفاء من أمنات تعيشة والشرفاء من قيره الواقفين مع الجيش نخطوا يديننا مع بعض نقفلوا الطريق دي ونجيفوا جداما المعامرة الكبيرة دي قاعدين تضحكوا قاعدين تضحكوا كلكم قاعدين تضحكوا في الجروبات قاعدين تضحكوا لكن اخصم بالله العظيم لسا الحرب جاياكم هتموتوا السلامة هدمش معتوا كم 3 ألف في محل واحدة هيموتوا 20 ألف الدور جاي لنيالة أنا بوريكم بصراحة كده لازل تكونوا عارفين أخواننا في شمال دارفور سلام عليكم المخطط بتاع الدعم السري أنا بيمنه نسي بديكم لو يجيب ورق وقلب الدعم السري ما هيخش الفاشر التعليمات الجال أنه الدعم السري يضرب الفاشر دي من بعيد بالمدفعية والراجمات ويفصلوا مع اسكر بتاع مشوق ركز في كلامي ده كويس الله يبدأ ما بدلوا تحافظوا على حافظوا على الله يبدأ حافظوا على والناس تقطعوا وتخطوا في التكتوك وتخطوا في أي محل في اليوتيوب لكن على شرط تخط الحلقة كاملة المخطط بتاع الدعم السري أنه يضرب الفاشر من بره يضرب الفاشر من بره ما من جوه من بره ولازم يبسلوا المعسكر بتاع بشوق كيف من منو من الجيش والحركات المسلحة الكلام ده ركزوا فيه كويس وما دم كلام بتاع طلايفات أنا ما قاعد يقول كلام بتاع طلايفات ولا جايك هنا أتكلم معك أشان دائر منك أنك تديني نجمة ولا نجمتين أشان الصفحة دي تصل كم ولا ما كم أنا ما قاعد أتاجر بك عمري ما تاجرت بك لكن يجب أنك إنت تلقاعد هنا ده تحترم الكلام ده ونخطه في حلقة عضانك إنته كجيش ذاته أزمه الكلام ده كويس أنت الزول الليلة الاستنفرته وجفته نحن راجعين شنوك يا شباب أنا دائر عارف رسالتنا للشباب الآن الاستنفروا الشباب الآن اللي اتجمعوا فوق الستين ألف يا أخي قول ستين ألف أنتو ستين ألف ستين ألف ما قادرين تحرروا الجنينة ولا زالنجة ولن يرتد نحن لازم نحرر منطقة الليلة قبل بكرة الدعم السري ما يتمدد ستين ألف بستين ألف طلقة ما دائر زيادة أنا ستين ألف طلقة بشرح لك خمسين ألف طلقة قول مشت في الهواء العشرة ألف طلقة دي قول منا خمسة ألف قتيل وخمسة ألف جريح في دماغ الجنجويت دا الكلام اللي أنا دائره الليلة قبل بكرة كلام دي خط في بالك كويس أخونا نزار دا أنا بحذرك أنا بحذرك أنا حذرتك خلاص يلا بره اعافظوا ruin علينا بلاغ بتاع بومبا الحمراء ما فينا بشوط الطوالي برا أمشي شوف لايب محل تاني عندكم ستين ألف الستين ألف قاعدين اتنين ألف outfits ثلاثة ألف، أربعة ألف عمسة ألف نحن نجيب زjiادة ستين ألف بستين ألف طلقة فقط ما داير منك حاجة بستين ألف طلقة بس خلاص ستين ألف دي بس داير منها الخمسين دي الكلهم في الهواء داير منها عشر ألف عشر ألف ديال في الحدف خمسة ميتين وخمسة جرحة من الجنجويت استلام المدينة الليلة قبل بكرة وأي عربية بتاعد دعم سري واقفة في فريق واقفة في حلة دي حقتك همشي شيل وغنم داير شوني انت الحركات المسلحة دينا ما انبدت ميتين عندها عشر ألف جند ولا خمسة ولا ستين ألف ولا سبين ألف بندقية ثلاثة أربعة الأسهل دي ما شاء الله من الجيش السوداني انت نسيت ولا شنو طلوا عطوافكم أمشوا جيبوا قنموا قنموا من الناس الماشيين في الشارع ديال من الجنجويت الماشيين ديال قنموا منهم دارين بهم شنو ودهم لأ الله راجي شوني انت تاني الناس اتوحدت اتوحدنا في الميديا الحمد لله اتوحدنا مع الجيش الحمد لله ويقفنا مع الجيش هاي لكن ما ويقفنا مع الجيش هاي ندينا تعليمات نحن ما دارين تعليمات من البرحان ولا من قير تعليماتك من بندقيتك لقيت محل جنجويت أركبه كلامي ده وقع عليك ولا ما وقع عليك الناس اللي بستنفروا انتو عارفين انهم مقايلين وين والجنجويت بستنفروا انتو راجين شنو ويرو نهسك الى راجين شنو انتو الراجين شنو نحن كاب نعدى عرفوه الراجين شنو انا استغرب الاهل بيموتوا ونحن يتجمعنا الليل الناس اللي تجمع فوق الستين ألف اقسم بالله اكتر من ستين ألف دي ناس بس مستنفروا اكتر من ستين ألف ما قادرين نحرر لنا مدينة واحدة ما قادرين نمشي نحجب نقعد بس راي هانا اقام له شنو والله لسه نقعد يومين ثلاثة هو يا مغفل الدعم السري جاير يبني الليلة لازم تستردوا منه مدينة لازم تستردوا مدينة من المدن السقطة دي لازم نحن نستردها نحن الأحرار ما عندنا قضية بيجيش ولا بحركات مسلحة الناس تستسلل تمشي تحرر نيالة دي بالليل ضبح ما عندنا لهم أي حاجة الناس تشقي شقولة تشقي المخى طوابير ضبح أديل ما عندنا لهم حاجة بل من أمه ما في زول اسمه مواطنة الآن في الجنينة ولا في زالينجة ما في مواطن في جنجوي دير كلهم جنجوي أبيض أسود أحمر كلهم جنجوي نحن ما عندنا مع مشكلة سوق الخضارة انا من تخشوا أركبوا كله أركبوا نحن ما دارين حاجة ما دارين طماطم ولا دارين بالتيخ ولا دارين شمام ولا دارين بازنجل ما دارين أي حاجة نحن بلدي دارنا نظيفه ما تقول تعيين ليه ساكت كلام نظه واضح بالنسبة لك دي حرب والحرب ما عندها مجاملة ما عندها أي مجاملة الكلاب دي شقالي الليل ونحار نحن قاعدين ننبح لكم هنا دا قاعدين نقول في شنو في التكتوك وقاعدين نقول في شنو في القروب ما قاعدين نتكلم عن فرق ما تسمعي الجيش دا منتصر منتصر أيصا انت ما تشتغل بها انتصار بطاطة الخرطوم الإقليم نحن نتكلم في إقليم دارفور ما قاعدين نتكلم في الخرطوم في الخرطوم الجنجويد انتهو ما في حاجة نتكلم في إقليم دارفور البيكة دا كله في إقليم دارفور كل في إقليم دارفور ويجب انه الإقليم دارفور حي تلقاتوا الأركام في الجيش السوداني تستعين بالدول الداعمة للسودان بمئة طيارة خمسين طيارة متين طيارة يضربوا المناطق دا كلها نيالة ما دائرينها ما هل الجنجويد القاعدين بيس وقاموا بأي حاجة بكوث سموا ما دائرينهم واقع الكلام دا ما دائرين أي شيء نحن 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 تتعجلهم تصيهم كلهم كل الجنجويل ما دارينهم أي ذو اللابس جلابية تابع للدعم السري والدول على الله كلام دو واضح هزول ما تقولوا تلعبوا ده الناس ما عندهم دين ولا ايمان ما ناس والله بتكلموا ده المسلمين هزول ده الكفار هزول ده المسلمين ناس بتفنوا الناس حيين ما عندهم دين هزول نحنا دارين دولة ما دارين دين الدين نحنا عارفين من جيبه كيف وعارفين نعبد الله كيف لكن مع الجنجويد ماذا يريد أن نعبد الله مع الجنجويد لأنه نعبد الله برانة النازل لازم يكونه مافي كلام ده لازم يكون واضح لك لازم يكونه مافي مافي عديل كده ده ما تسولينا وجع قلب يا أخي القبائل ده كلها الليلة الجموعية عراضيهم نظيفة قرب كردفان عراضيهم نظيفة نحن في دارفور قاعدين نتخاصر قاعدين نتخاصر أجماع الناس تضغطها القلب القلب القلوبة الكثيرة الناس تضغطها ده ما نزل ليه لأنه فيه بلاغات كثيرة ليه لأنه تلات ترباع وكله جنجويد أنتو ما فاهمين أنا بقول في شو البنزل اللايب لأنه التماني والشير بتاعه اللايق والإكسيبلور بتاعه بسيط الآن المخطط كالآتي الدعم السريع الآن بخطط أنه شقال والدعم السريع ما نشي في شغله ما نشي في شغله ما ترجع ليه حركة مسلحة نحن مدوحيدين يا ذول الوهدة دي بتضرب انت أبدا تضرب بعد ذلك شوفنا نحن من نضرب نحن من نضرب ولا ما من نضرب أخصم بالله العظيم الطلقة دي خلت قم نحن جنوب دارفور ما عندكم معها شغله منولعها برانة عارفين منولعها كيف لأنه جنوب دارفور حساسة نحن عارفين منولعها كيف هتما عندك شغله دقوا البلد دي من بهنك نحن رايجين الطلقة تبكي القناة منجيبها منضع أنا بوريك من نضعين نحن منجيبها القنايم الزخيرة منجيبها من نضعين لازم تعرف الكلام ده كويس البل لازم يكون بل حقيقي ما في مجاملة أزول ما في أي مجاملة ما في أي تسامح أي قبيلة أي خشم بيت أي ناس وقفين مع الدعم السري باللوم ما عندنا لوم حاجة ناظرهم حلتهم في فريقهم عندهم طلقة ما عندنا لوم أي حاجة متفعية أي حاجة ما عندنا لوم شيء بالمناسبة كلامنا واضح بالمناسبة ناس بيتفنوا ناس حيين دير ما عندنا لوم حاجة تاني ما عندنا لوم حاجة ترجمة نانسي قنقر